موسيقى 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 استوديو تيلت تيل هيودعنا لأبد الموسم الأخير من الرائعة The Walking Dead الموسم الأخير هو مشروع الأخير قبل ما يقفل بشكل نهائي اللعبة من نشر سكاي باوند اللي عندهم استراتيجية نشر غريبة جدا وهي منع اللعبة من على ستين وأنها تبقى حصرية على ايبك جيمز ستور فاللعبة دلوقتي ما تضعش تشريها من على ستين نهائي لكن لو شريها هتلعبها عادي إنما لو لسه هتجابها مش هتقدر خالص تجابها غير من على ايبك جيمز ستور لكن تقدر تجرب الديمو بتاعها بشكل مجاني على ستين لكن قبل ما تروح تجرب الديمو هتلاقي لينك تحت في الديسكريبشن دوس عليه عشان تقول لنا انت مين؟ ده الموسم الأخير من اللعبة ولحد دلوقتي نزل ثلاث حلقات من أصل أربعة الحلقة الرابعة والأخيرة هتنزل يوم ستة وعشرين مارس والموسم ده متأثر جدا بأول موسم في اللعبة فالموسم الثاني أحداثه نادر ما هتلاقي لها تأثير بشكل مباشر أو تطبيعات في الموسم الأخير لكن على الأقل التغييرات اللي حصلت في شخصي كليمينتاين في الموسم الثاني مكملة معها بالإضافة لعلاقتها بإي جي الطفل اللي بنته وعلاقتها به شبه علاقتها بلي الشخص اللي تبناها في أول موسم خالص ومن هنا أول موسم ولدي تأثير كبير في الموسم الأخير بسبب إن الحاجات اللي هتعلمتها من لي وطريقة اللي لي كان بيربيها بيها وبيعلمها إزاي تانجو في العالم دة هيتقريباً نفس حاجات كليمينتاين بتعلمها ل إي جي لكن الموضوع في النهاية هو اختياراتك لأن لي لما كان بيعلم كليمينتاين في الموسم الأول كنت لدى مسؤول عن اختيارات اللي بتختارها واللي هتشكل شخصيك كليمينتاين في الآخر ونفس الموضوع في الموسم الأخير بالظبط لو عندك السيف فاي بتاع أول موسم وتاني موسم على جهازك أو على حساب تل تل بتاعك اللعبة هتكمل على اختيراتك في المواسم اللي فاتت ولو مش عندك في بداية اللعبة كليمانتين بتحكي ملخص الأحداث تحت الجزء اللي فات والملخص ده هكون على شكل اختيارات سريع انت بتعملها هكون لها تأثير في أحداث اللعبة بشكل كبير جدا كل حاجة بتحصل بيكون بسبب اختيراتك ولكن الاختيرات في الموسم الأخير تأثيرها مش كبير زي موسم اللي فاتت في الموسم الأول مثلا كان في بعض اللحظات بتقرر تنقص حد معين على حساب الثاني والقرارة بيكون لها عواقب بعضها جثين أما الموسم الأخير فرحيم شوية خارتك ممكن تأدي إن واحد جزعا منك مثلا بس على الألها هيبعايش ده اللي مخلي موسم ده غريب شوية بالأخص لما تشوف الشخصيات اللي فيه لأن الشخصات الأساسية في الموسم ده هم كلهم أطفال في مدرسة مخصوصة والأطفال المشاهدين وعدوا سنين جوا مدرسة دي وطريقة مالكة ورس الحصر في العالم دي موصلتش لحد عندهم هم قدروا يعيش وينجوا خلالها من غير ما يموتوا بغض النظر عن إن ده حصل إزاي وإزاي شرية الأطفال دي عاشت في العالم ده لوحدهم لكن ده على الأقل بيحط كلمانتين في مكان قيادة لأنها أكثرهم خبرة في التعامل مع الزومبي والعالم الخارجي وطبعا وجود كلمانتين في مكان زي ده معناه أنه مش هيبقى هادي زي مكان طول عمره التفاعل مع الشخصيات جميل جدا لكن المشكلة في الشخصيات نفسها بيزعلمهم بعض وبتخنوها على خناقات طفولية جدا وده منطق بسبب سنهم لكن فكرة أطفال في العالم ده إن هم يأكلوا زومبي ويصطادوا ويحاربوا ناس تنين وينجوا فكرة ما ندخلش تماغي الناس كتير إنها شخصيا فكرة ما دخلتش تماغي لكن بغض النظر الأحداث كويسة جدا ومشوقها جدا في أول حلقتين بس الحلقة الثالثة هي مجرد حاجة يملو بيها محتوى عشان يروبط أول حلقتين بآخر حلقة وهنا إحنا بنتسافه نقطة صعبة جدا لأن الحلقة الثالثة سابتنا متعلقين ودتنا فكرة كويسة عن أحداث الحلقة الأخيرة لكن ما ندرش بناء عليها نحذر إذا كان الموسم ده قوي بمستوى الموسم الأول ولا هيخيب الظن لأن الحد الوقت ترى الحلقات اللي نزلوا بيبنوا للحلقة الأخيرة أول حلقة بتسبك متشوق للحلقة الثانية الحلقة الثانية بتجاب على سئلة كتيرة وحاصة فيها حدث كتير مهمة جدا إنما الحلقة الثالثة شبه ما كانش لها لازمة قوي غير شوية في الآخر لأنها بدأت تبني للحلقة الأخيرة واللي سابتنا برضو متشوقين للحلقة الأخيرة بشكل كبير جدا الموسم ده لحد دلوقتي هو نص قوي ونص ضعيف وده يتحدث بشكل نهائي ومستوى عشرين مارس لما الحلقة الأخيرة تنزل إذا كان الموسم يبقى قوي أو ضعيف ونوضع سورو تيل تيل بشكل نهائي فاستنروا منها ريفيول اللعبة وقتها وكده نكون وصولنا هاتف الفيديو بتاعنا ما ننساش تقول لنا انت مين وعايز هي تحت في التسكريبشن واريت لو عجبك في الفيديو تعمل اللايك لو أنت نجد في قناة أومر تشوفنا اشتركوا في القناة ونسابسكرايب وراح لدي الفيديو اللي جاي سلام